على كل حلعة الصعيد التاني بقى بلغة الأرقام ده اللي كنت بقوله لحضراتكم في بداية الحلقة ريال مادريد ليس الأفضل برضو هذا الموسم في الدوري الأسباني يعني ريال مادريد هنا هنتكلم من هو تلقى هزمته التالتة هذا الموسم في بطولة الدوري الأسباني بعد ما خسر مبارح وكان مطش حلو جدا بالمناسبة أبام ريال مايوركا كان بهدف نظيف ده دمن منافسات الجولة العشرين عندهم وبكده فقط فرصة ملاحقة بقى لو هنتكلم بارسلونا يعني في صدارة هنا اللي جا الفارق كان بلغة الأرقام خمس نقاط قبل مواجهة بارسلونا أمام إشبيليا ضمن طبعا الجولة نفسها طيب خسر ريال مادريد هذا الموسم مواجهتين كمان قبل مايوركا فأنا بقول لحضراتكم برضو ده مش مؤشر ولكن ريال مادريد نادي طبيعي عاية نادي كبير ونادي فيه نجوم كبيرة جدا ونادي له تاريخ وأرقام ستل ده نادي وبيخسر وبيكسب ودي كورت القدم يعني ملوك كورت القدم ما بيحصلوش على كاس العالم كتير فيه أندية كبيرة تسقط فيه أندية كبيرة مستوها يعني بيتعثر فنركز في نفسنا وخلاص يا كريم ده أعتقد الأفضل ده أعتقد بلوقتي في الفترة اللي جايه ده الأفضل وأعتقد ده اللي تحدث عنه كمان أكتر من مرة مارسل كولر قالك أنا آه عارف أنا بواجه مين بس أنا مركز جدا في الأداء بتاعي مركز جدا في الدراسة بتاعتي مركز جدا في اللعيبة بتاعتي فأركز في نفسي ومش مهم الخصم بتاعي مين أعتقد ده الأفضل ممكن جدا برضو كل الأقدار قوله آخر والتفاجئ بحاجات لطيفة جدا فيما يتعلق بالجزء الخاص بسلامة اللعيبة أين كانت مين يعني أسماء اللعيبة أي كده يعني بصفة عامة احنا أكيد بنتمنى السلامة لكل اللعبين لكن الأمر ما يخلاش برضو في بعض الأحيان بيكون من مصلحتك لما يكون عندك عناصر قوة ضاربة في الفريق المنافس بشكل أو بآخر ممكن جدا أو وارد جدا أن هما ما يشاركوش بسبب الإصابة فدي ممكن تبقى يعني عنصوا أو كارت إضافة إنجاز التعبير مبارح كان فيه أخبار متدولة يعني عن الإصابات اللي ضربت صفوف ريال مدريد في الفترة الأخيرة أبراسها طبعا كريم بنزيمة وملتعوا يعني اتصابوا فيه مواجهة فالنسيا في الدوري وغابوا عن مباراة الفريق أمام مايوركا ازدادت طبعا الأمور سوءا لريال مدريد بإصابة كورتوة حارس المرمى أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة مايوركا ورغم إصابة بنزيمة وملتعوا إلا أن كارلو أنشلوتي المدير الفني للفريق الملكي أكد أن هما الاتنين سيكون متواجد ضمن بعثة الفريق اللي ستسافر لخوض كأس العالم للأندية بكده بيصل إجمالي عدد المصابين في صفوف ريال مدريد حتى الآن ست لعيبة منهم أو من أبرزهم كريم بنزيمة ملتعوا مندي إيدن هازارد وكورتوة أكيد الإصابات يعني عدد مش سهل برضو من لعيبة ريال مدريد وعدم توفر البدائل وضغط المباريات كانت إلى حد كبير سبب في النتائج الأخيرة اللي حققها الفريق نرجع ونقول إحنا مش هنعتمد أكيد على غيابات النجوم الفريق وإن كانت تاني نرجع ونقول برضو دي نقطة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار لكن هننزل على اعتبار إن إحنا هنلعب ريال مدريد بكامل قوته وبكامل أسلحته وما فيش أي حاجة الأخدار تبعت لنا حاجات لطيفة تعدى يبقى شيء مش وحد يعني مش هنزعل أيوة طبعا بالعكس الأخدار هتبقى حاجات حلوة حاجات مستحبة جدا لكن في كل أحوال هننزل وحنعمل اللي علينا إن شاء الله وإن شاء الله كمشاهدين وكمحبين النادي الأهلي لما تابع الماتش يا رب بإذن الرحمن نجد ماء وصرنا جميعا إن شاء الله يا رب بإذن الرحمن نجد ماء وصرنا جميعا إن شاء الله